موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم وسلسلة تغطياتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي والميليشيوي ضد هذا الحراكي الشعبي وعقب انتهاء مهلة الوطن التي منحها ثورة تشرين للعملية السياسية بدأ المتظاهرون بخطوات تصعيدية سلمية رافضين أي محاولات للالتفاف والتسويف أو إشغال البلاد بأزمات خارجية كتلك الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر من مقر إقامته في إيران من أجل الخروج بتظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق مشاهدين الكرام لمناقشة هذه التغطية يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي دكتور رافع مرحبا بكم حياكم الله أهلا مرحبا أستاذ محمد كما ينضم إلينا عبر الهاتف لاحقا من بغداد الناشط للتظاهرات الأستاذ عادل علي مشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة إذن مشاهدين الكرام مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة بشأن تظاهرات ثورة تشرين المستمرة من الأول من أكتوبر تشرين الأول ولغاية الآن 107 أيام بالتحديد على انطلاق هذه التظاهرات الشعبية الواسعة دكتور رافع عبدع معكم بتصريح لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يقول قطع الطرق وإغلاق المدارس وأيضا إغلاق الأبواب أبواب الدوار الحكومية ولحيمها لحيم الأبواب يقول هذه متظاهرات سلمية ويقول أن الإصلاح ما يتحقق بتعطيل مصالح الناس بسم الله الرحمن الرحيم أولا كلام هذا الرجل لا يمكن الركون إليه أنه أساسا هو يعني أجبر على الاستقال أو استقال ويفترض أن يكف حتى عن التصريح وعن الكلام وهو مجرد تصريف أعمال وهذه قضية تصريف الأعمال طالت أكثر مما يجب شيء الآخر ماذا يفعل ماذا يفعل الشعب كامل يعني 17 سنة سكت لم يسكت هو لكنه خرج بتظاهرات كثيرة وطالبكم بإصلاحات وطالبكم بمطالب خدمية لم تستجيبوا طالبكم بكل شيء لم تستجيبوا له ومن واحد تشريه اللي حد الآن نحو أربعة أشهر الشعب كله بالشارع يطالبكم بالحياة بوطنه اللي يعني صادرتوه من عنده صادرتوه كل شيء من عنده واخدتوه كل شيء يطالبكم به ولا تستجيبون استجابتكم تأتي بطرق أخرى بقتل المواطن باعتقاله بفتح الأبواب أمام الميليشيات لكي يعني تسفك دمه وتعتقله وتغيبه ولأبواقكم الإعلامية أن تشتمه وأن تتحدث عنه بالسوء وتوصفه بصفات لا يمكن لعراقي أن يصف أخوه العراقي بمثل هذه الأوصاف هذا المواطن بعد ما يقرب من أربعة أشهر يعني من واحد تشرين اليوم واحد وعشرين واحد يعني نحو أربعة أشهر أربعة أشهر خريب من الأربعة أشهر المواطن لم تستجيب له بأي طلب ما طلب وكذب والدعاءات واضطرت أنت إلى الاستقالة وتريد تعود إلى كرسيك مرة أخرى عندما وجدت أن الميليشيات تحميك وأنت جزء من عندها وإيران ما زالت تمسك بظهرك تريد أن تعود وذهبت إلى الأكراد وذهبت إلى قواك هذه الميليشيوية محاولة الالتفاف على القرار والعودة وبالتالي كل قراراتكم وكل إعادة تدوير لوجوهكم هذه الوجوه القبيحة وهذه الأياد الملطخة بالدم والفساد والخراب لإعادة تدويرها وإعادة طرحها على الساحة وإجبار الناس على القبول بهذا الوضع لأن هذا الوضع هو الوضع المثالي بالنسبة لكم هذا الشعب لا يقبله فبالتالي ماذا يفعل هذا الشعب هل يبقى في الشوارع وأنتو برلمانكم هذا العتيد المضحك هذا اللي يقول أني ومثل الشعب راح بيجازة لمدة شهر ونص حتى إرتاح وهو يمثل الشعب والشعب بالشارع الشعب بالشارع وهو يأخذ استراحة لمدة شهر ونص ويقولون أن البلد فيه خطر والأزمة كبيرة والعراق ربما يذهب إلى المجهول والبرلمان هذا اللي يمثل كل الأحزاب وكل العملية السياسية يأخذ إجازة لمدة شهر ونص لكي يستريح والحكومة مستقيلة وأنت تقول أني مستقيل وتريد ترجع للكرسي وحكومة تصريف أعمال وأنت تتصرح بهذا ماذا يفعل الشعب؟ الشعب يجب أن يصعد مثل ما تقتلونه وتصعيده سلمي يقطع الشارع يمنع الدوام ما فائدة الدوام ما فائدة يعني هو يقول أن المواطنين يعني يناشدوننا لكي نفتح الطرق أي مواطنين لكي يذهبوا إلى أعمالهم لأي أعمال هذه أي أعمال؟ أنتوا صادرتوا البلد كله الفساد مالكم سرق نحو تريليون دولار من أموال العراق تولها لصباطع السنة أنتوا وكل من دعمكم من أمريكان وإيرانيين سرقتوا للبلد وبالتالي إنشأتوا هذه الميليشيات لتحمي وهذا الجيش ليحمي نظامكم السياسي ليحمي أحزابكم ليحمي عرشكم ليحمي العملية السياسية مثل ما يقول رئيس أركان الجيش الغانمي يقول يعني هذا الجيش والمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع جاءت لتحمي العملية السياسية والنظام السياسي كأنه لا يعني ليس جيش الشعب مثل ما يقولون هم يقولون إذن هو جيش السلطة وهذه القوى كل قوى السلطة وتريدون من الشعب أن يعود إلى بيته ويتأدب لأن الشعب خارج عن الأخلاق هكذا تنظرون إلى الشعب ويقف مستشار الأمن القومي مالكم الوطني معرف القومي يصف المتظاهرين بأنهم أطفال معرفون يكونون جملة من سطرين وهكذا ينظر إليهم ينظر إليهم باستخفاف بنظرة استعلائية ماذا تريدون الشعب أن يفعل وماذا يفعل قطع الشوارع يضربك بحجار تضرب بالرصاص عندما تهاجموا يضربك بالحجار لكي يمنع أذاكم عنه تضربوا بالرصاص والقنابل المميتة ولحد الآن رجعنا إلى مسلسل الشهداء العلنية هو مسلسل القتل لم يتوقف طوال هذه الشهور مسلسل القتل مستمر من إشيات تخطف وتقتل ومن إشيات الحكومة كلها تخطف وتقتل وتغيب هذه الحقيقة لكن الآن رجعنا إلى القتل المباشر رقى الناس واقف فوق والصور اللي نقلت مبكية أنت تشاهد وتسأل نفسك هل هؤلاء من الشعب العراقي هذه القوى التي تقتل بالناس بالعراقيين هل هؤلاء لهم سلة بالشعب العراقي عندما يضرب الرصاصة وتصيب أحد المتظاهرين الأبرياء الشباب الصغار يرقص هذا يرقص لأنه أصاب أحد العراقيين هل هذا عراقي؟ وأنت لا تحاسبهم من أربعة شهر لحد الآن أنتم أنتم الدولة تتحدث عن نحو 500 شهيد طيب لم تقدموا مجرما واحدا تقولون هذا مسؤول عن قتل الدماء الشمري عندما قتل الناس في الناصرية قلتم هربا لا ندري أين إذا وبالتالي تطلع الصورة وإذا هو ساكن في المنطقة الخضراء ورئيس جامعة الدفاع الوطني اللي بالخضراء وجالس مع وزير الخارجية وبكل نجماته وبكل نياشين شهير هنا قاعد إذن لم يهرب وأنت رئيس الوزراء الذي تلوم الشعب لأنه خرج ولا يجوز هذا قطع الطرق لكن يجوز تقتل الشعب يجوز هذا المجرم يمك هم تحاسبة ما الذي يجوز والذي لا يجوز يعني هذه المصيبة دكتور مسألة مجابهة المتظاهرين بالرصاص تعتقد أنه رد الفعل ستكون سلمية من قبل المتظاهرين ستستمر السلمية إلى ما لا نهاية المتظاهر لحد الآن متمسكه وسلميته وانتمنى عليه أن يستمر بسلميته طيب هذه السلمية أسقطت دول وأسقطت حكومات وهذا الشعب يراته تسقط كل شيء وهؤلاء بهذه السلمية يعني بسلمية الشعب تلاحظ أنت كيف يرتجفون والخوف يقتلهم ومحاولاتهم هذه المحاولات من ضمنها حتى هذه تظاهرات يوم الجمعة القادمة هذه جزء من محاولتهم للرد على سلمية الناس سلمية المواطن هذه مرعبتهم الرعب الآن يعني ظهر هذه السلمية اللي إحنا ربما البعض يدعو إلى غير طريق يتخذون المتظاهرين لكن أنا أقول أن هذه السلمية أو صلاة كشفتهم أسقطت كل أقنعتهم كشفت خوارهم كشفت إجرامهم كشفت فسادهم خرابهم وضعفهم أهم شيء كشفت الضعف هؤلاء ضعفة الحقيقة من يستخدم السلاح بسرعة وما عنده غير غير السلاح هذا الضعيف هذا الضعيف جداً جداً لديه إلا السلاح التعامل مع الشعب كعدو هذا ضعيف جداً ليس له إلا السلطة يحميها والكراسي يحميها والأموال اللي يسرقها بس رئيس الوزراء يقول في تصريح الأخير يقول نحن نمتن عن استخدام القوة ضد المتظاهرين وبعدنا من طبقين عملية الاشتباك خوفاً على سلامة المتظاهرين هذا التصريح يعني مبكي مضحك ما عرف ما عرف شون يفسر لأن هذا الشخص هذا يوصلك إلى قناعة أنه أسوأ من حكم العراق لحد الآن هو هذا الشخص عادل عبد المهدي يدعي أنه عقلي ومفكر وكذا روجوا له وكذا سوقوه أسوأ من نور المالكي أسوأ من الجميع نور المالكي كان واضح في طائفيته في حقده في كره واضح لكن هذا سوقوه على أنه مفكر على أنه حمام السلام ولاحظ ماذا يقول وماذا يتصرف تصرفات كيف غرقان بالطائفية وغرقان بالانتماء وغطرة غرقان في عنوان الأجير أجير للآخرين عندما يتحدث بهذه الطريقة إذا كانت قواته لحد الآن ممتنعة عن استخدام وقتلت لحد الآن ألف عراقي نعم وجرحت نحو 27 ألف يعني بين الشهيد وجريح 27 ألف وهم من مستخدمين قواعد الاشتباك إذا أرادوا يستخدمون قواعد الاشتباك شلون يقتلون الشعب هل هذا منطق يقبل من رئيس وزراء حكومات تسقط لأن قطار يخرج عن السكة لأنه 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 مركب يغرق وطلاب عالية واثنين وثلاث من الطلاب يغرقون حكومات تسقط والدنيا تقوم ولا تقعد عليهم هذا يقتل ألف واحد ويجرحون أكثر من 26 ألف عراقي يجرحون وخمسة آلاف منهم معوقين وآلاف بالسجون ومئات مغيبين والدعاءات بهذا الشكل والشعب أربعة أربعة تشهر بالشوارع وهو يتمتع بمركزه وهو خارج السلطة وهو يتصرف كأنه ملك وهذه غريبة عجيبة ويقول هذا الكلام أنه لحد الآن ما استخدمنا قواعد الاشتباك نعم إذا أنت لم نستخدم قواعد الاشتباك قتلتها العراقي لأننا نستخدم قواعد الاشتباك هذا تهديد مبطن تهديد واضح أنه قتلنا ونستطيع النقط الأكثر يريدون أن نرتكبوا مجزرة لكن هل هذه المجزرة ستنهي هذه الثورة هل يستطيعون أن يقتل العراقيين كلهم الشعب العراقي كل خارج ضدهم هؤلاء موهومين دكتور بالمستقبل المنظور تعتقد أن الحكومة قادرة في التصدي للمجتمع الدولي بأن تستخدم الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين أكثر خلال الأيام القادمة هذه الحكومات من عام 2003 لغاية 11 كانت محمية بهذه المظلة الدولية المظلة الأمريكية والمظلة الإيرانية والمظلة الدولية ومظلة الأمم المتحدة بأحد واحد عشرة هذه من منجزات هذه الثورة لا يستطيع أحد أن يحمي هذه الثورة تحميها إيران نعم وتدافع عنها إيران لكن لا يستطيع العالم أن يحميها وستنقلب الأمور يعني الآن الرأي العام العالم يتغير العراق الآن الكل تلوم العالم الهمون كل دول اللي دعمت العملية السياسية اللي دعمت هذه الوجوه الكالحة الآن الكل يلومهم لماذا دعمتم هكذا نظام كنتم تقولون عنه ديمقراطي كنتم تقولون عنه يعني نموذج الاستقرار والنمو وإذا به نظام فاسد نظام خرب شعب خارج ضده العراقين كلهم مراضيين لا ديمقراطية ولا حرية ويقتل ويذبح ودكتاتوري ومستبد ومخرب وطائفي وشعب بالشوارع والفقر عند مستوى عالي جدا والأمية عالية وخرب البلد والسرق فكيف هذا النموذج هل هذا النموذج الذي يمثل الغرب ويمثل العالم المتحضر الذي تحدثون عن حقوق الإنسان هل هذا النموذج الآن العالم أمام مشكلة كبيرة ما نحن كبيرة هل يبقى متوافقا مع هذا النظام ويدافع عنه دافع عنه 17 سنة يكفي له نايا هم هنا أقول الوهم يسكن عقول من يحكمونه الآن في العراق يعتقدون أنه هذه المظلة مظلة الرضا الدولي والسكوت الدولي مستمر هذه ليست مستمر هذه الآن أزيلت واستحول إلى جانب العراقيين للجانب الشعب العراقي هي الآن تتحول بخطوات هم لا يرونها هي سريعة ستصل إلى الحد التي يعلن عنها بشكل واضح جدا العالم كله مع الشعب العراقي ضد هذه الطهمة الفاسدة يبدو أن لم نستطع الوصول إلى الأستاذ عادل علي ولكن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين من بغداد دكتورة ذكرى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا دكتورة لليوم الثالث على التوالي يستمر الثوار في التصعيد السلمي ضد الانتهاكات الحكومية والميليشيوية ولكن أنت قريبا من موقع الحدث كيف ترين أداء الثوار خلال الأيام الثلاثة الماضية حقيقة أداء الثوار الحمد لله في المرحلة هذه المرحلة ما بعد انتهاء المهلة للحكومة أداء مميز واندفاع قوي وتواجد في الساحات ساحات التحرير مستمر وبشكل أعداد هائلة جدا جدا لله الحمد وهذه هي المرحلة الأولى للتصعيد وان شاء الله هناك أكثر من مرحلة للتصعيد لكن يعني ان شاء الله نأمل أن يكون بردا وسلام على شبابنا وعلى وطننا وعلى جميع أهمنا في العراق تعتقدين الحل الأمني يدل على إفلاس الحكومة في استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ضد المتظاهرين مثل ما تفضل دكتور رافع هل مسألة يعني مجابهة الثوار بالرصاص الحي هو إفلاس الحكومة تجاه مطالب المتظاهرين نعم بالتأكيد الحكومة عجزت وأيديها القادرة التي تستطل شبابنا وعمارهم وعمار الزوار عجزت في كل الأعمال التي عملتها والإرهاب التي جهتها ضد أولادنا في كل الطرق واستخدمت كل السبول كل الطرق لكن إن شاء الله كل سبولهم وكل طرقهم هي فاشلة بالحقيقة هذا مقدار الألم والإرهاب يزيد بزيادة للشخص القاتل يعني أنه أنت أعطيك أكثر مبلغ روح أقتل أكثر بهالشكل هذه المساومات أصبحت نعم دكتور يعني ابقوا إيانا أنتقل إلى الدكتور رافع دكتور رافع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت عن سقوط عشرة متظاهرين ومية وتسعة وخمسين جريح خلال اليومين الماضيين وكأنما هي يعني مفوضية فقط تنطي بيانات أليس من واجب مفوضية حقوق الإنسان أن تعنى بحقوق الإنسان بشكل تفصيلي في العراق أكيد بالتأكيد لكن هذه كل هذه المنظمات الحقيقة بغض النظري أن كلها منظمات ربما تابعة للحكومة ولا تنقل إلا تقارير الحكومة ولا تنقل الأعداد أكبر بكثير وعليها يعني كل المنظمات الحقوقية في العالم عليها أن تحاسب هذه الحكومة الحكومة تدعي أنها هي من تحمي التظاهرات قوات هذه الأمنية التي تنتشر في كل مكان تقول هي من تحمي نحن يعني لماذا عندما يسألون لماذا هذه قواتكم بهذا الشكل يقولون لحماية التظاهرات طيب إذا أنتم كنتم تحمون التظاهرات وعدد الشهداء ألف شهيد والجرح 26 ألف جريح مختطفين ألفين ثلاثة آلاف مختطف ومغيبين ما عرفوش قد ومعوقين خمسة آلاف وإذا كنتوا أنتم حامين وهذا الذي يحدث من هذا الذي يحدث إذن البلد البلد يعني ذاهب إلى مصيبة يحموها من من يعني ما لا أعرف هم يتحدثون أن نحميهم من من لا أدري يتحدثون عن مندسين طيب والمندسين هؤلاء من هم المندسين يعني يتحدثون عن مثل ما تحدثوا عن طرف ثالث هذا الكذبة والطرف الثالث هم طرف الثالث يعني هذه الميليشيات واضح جدا يعني هذا الطرف الثالث لماذا يعني سكتتم عنه عندما دخل المنطقة الخضراء وراح للسفارة الأمريكية هذا الكلام معيب صواريخ هذه تضرب يوقف عادر عبد المهدي يقول لا هذه مسئل علاقتنا مع الدول أنت هذا الكلام هو هذا الكلام كنتم تتحدثون وما زلتم تتحدثون عن بلد آمن مستقر نمو اقتصادي اسمع كلامه بالمنجزات يتحدث عنها تضحك تبكي تمز قدومك يعني لا تعرف ماذا تفعل هذا الرجل مع من يتحدث المصيبة يتحدثون مع شعب من أذك شعوب الدنيا ومرة أخرى نقول هل مرة المليون هذا ليس انتقاص من شعوب العالم لكن هذا الشعب العراقي هذا تاريخ هاي حضارته وهذا شعبنا وذولا من أذك شعوب الدنيا وفاهمين كل شيء وعارفين كل شيء أنت تتحدث معهم تحدث مع جهلة كيف تتحدث بهذا الشكل ما هذا الشعب يقارن بين الواقع والكلام هذا كلام كذب وهم والواقع شيء آخر أنت تتكلم عن أمن والأمن مفقود تتكلم عن الرفاهية والفقر 39% 40% أن الشعب العراقي تحت خط الفقر أنت تتكلم عن تقدم وأنت عندك ثمان ملايين أمي أنت تتحدث عن إنسان متمدن وعقلية كذا وانت لم تبني مستشفى واحدة جامعة واحدة الميليشيات يعني تملأ الشوارع تقتل وتخطف والإنسان غير آمن على نفسه في بيته وبالجامعة وبالكنيسة وبالحسينية وفي أماكن شغلهم وهكذا المصيبة البلد لا بي لا زراعة ولا صناعة ولا تعليم ولا خدمات وأنت تتحدث عن الرفاهية وبلد وأحنا نموذج وكتبنا دستور ودستور معوق مسخ يريد أن ينال من كل الناس ونال من كل الناس الحقيقة ومملوء بالأفخاخ وتتحدث عنه كأنه نموذج للآخرين دكتور أكو مقطع مصور يظهر عنصر حكومي يطلق النار على المتظاهرين وبعدها يرقص فرحاً كيف يمكن تفسير هذا السلوك وأيضاً كيف تنظر الميليشيات للثوار بأي عين تنظر للثوار اللهي مع الأسف هذه الحكومة شفنا منها العجب حقيقة لا عقل ولا رزانة ولا قرارات طائبة ولا شخصيات محترمة بحيث أن يتقبلها الآخر آراء مختلفة كذب ضحك عذقون ما تعرف شنو هذه الحكومة ملونة في كل ما ديها من كياس ديها إلى جنديها فهؤلاء ناس مهزوزة حقيقة أنت تقتل إنسان تفرح ابن بلدك أخو دم من دمك تقتل أنت تفرح شي عجيب شي مطبيع ما نعرف شنو اللي دي يحصل يعني شنو يمطوهم شنو يشاربوهم حقيقة الناس مطبيعين بدن مطبيعين لأنه لما نيجي يوجه رصاص إلى رأس الطفل ابنه وآخوه ابن أخو ابن جيرانه هذا أصعب شي بالكون أصعب لا إنسانية هذا قتل إنسانية يعني معناتها هؤلاء مفرعين من كل الإنسان من كل الحب من كل الأشياء الجميلة اللي بداخل الإنسان بنشاعر فهؤلاء من دستين لا أدري منهم يعني بيمولهم ومن يقرب مخهم وليش هالعرف الزائد شباب ممتويكم شي الشباب حاملين على مطالعين يردون وطن نظيف يردون حكومة نظيف يردون مستقبل نظيف يردون زواج يردون عمل يردون يردون لقمة خبزة ما عنده يعني هذا شنو عليش عايش خير يرح يموت أحسل بدلا ما هالعذاب اليوم اللي يتعذب وهذه الصراحة العنف اللي يتصرف ضد أبنائنا هذا جدا مرفوض من أجهم ويعني شي غير لائق أنه قتل أولاد الشباب يعني قبل شوية شاهد فيديو أني داخل المستشفى الجريح وشناقة خنادية يعني موت خلاص ما تعرف شنو يعني المستشفى شنو قدرت تدخل وين اللي ناس يدار مدارك المفروض يزمون يقتلوا يعني ما عرف يعني شنها الاستهدار بدم الشباب شنها الاستهدار بالإنسان العراقي ليش هذا الرخص للإنسان العراقي ليش هذا الألم يعني من يدفعهم من يدفع من يحرضهم شنو مستفادية يعني أنت جندي كأحيان تعبان ميت من الجوع بشار واقف بالبرد تجي تفرح لما تقتل ابن بلدك على مود واحد فاسد للأجندات للخارج ذيولة خارج الحدود العراق يعني يعني ما شاف هيتش بشر ما نعرف شنو بداخلهم شنو يوكلوهم شنو دكتور اليوم أهالي البصرة الشيع أو المسعفة أم جنات من الخيمة في ساحة الاعتصام في مدينة البصرة لكن أريد أسئلك ليش القوات الأمنية تستهدف في الطواقم الطبية شون الغاية من ذلك حتى يخوفهم أنه ميجون يسعفون الشباب لأنه هذا همنا أيضا بيها أجندة معينة أو بيها هدف معينة أو بيها رسالة معينة أنه معناتها أنت لما تجي تعمل ويا هذا ولا شباب وتوقز وراحنا قتلك فهذا تخوف للآخرين وأكو ناس ترتد بعض الشخص يعني اللي شوفوني شي شي خافون بل كان يخاف عندي أطفال أروح أيتم أطفالي ما أروح أو ابني مثلا يختالوها أو يعني يسرقوها بعض العوائل ترتد يعني ولا قلنا الحمد لله احنا شبابنا لحد الآن ما واحد يتراجع أبدا لكن هي هذه نظرته وهل شي هذا أنه أهدد هذا أقتل هذا حتى يمتنعون أنه يساعدون الشباب حتى يقمعون الثورة كل هذا يصف في قمع الثورة كل هذه تصرفاتهم وكل هذا القتل والسرقة والاختيالات والاختفافات كل هذه وحتى الزنازن اللي الآن امتلأت بشبابنا وشاباتنا حقيقة يأخذوهم الصور على موتاير حرق تاير يروح يحيبسه ويسوي إلى محكمة ويعذبه وينقف في السقائر بجتده ويخليه على ما أعرف شي سموال كهربائي عصى كهربائي كثير أمور ما أعرف شنو أشياء بس الله يعلم هل يجب يعذبون شبابنا على موت شنو حرق تاير بينما أكو صواريخ تنطلق من بيوت من مناطق وما أحد يسأل عنها وعبد المهدي الرئيس الوزراء المستقيل يقول أنه يعني إحنا حققنا في حين هما قالوا أصلا نزع فنادي يحذزون برضب يتطلع حتى الصور موجودة شنو ستعذقون أنت يا رئيس الوزراء قدت تحكي بهالشكل هذا لماذا تتحكي ليش دا تقول أخو أسكت أحسن لك يعني أفضل أحفظ مع وجهك وأسكت لأنه أنت لما تتبرر هالشي هذا خذي عليك لأنه الناس تعرف اللعبة مالك كل المجتمع أرث لعب هذه الحكومة وكذبها ومراوغتها مع الشعب كل ما هناك هما يرضون أن يتمسكون بالكراسي حتى يقومون يخدمون العدل ومالتنا لخارج الحدود أنا شكرك دكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة 20 حدثتنا من بغداد أنا أدرى أديك الاتزام شكرا جزيلا لهذه المداخلة دكتور يعني مطالب الثورة كانت العيش بكرامة على أقل تقدير بالنسبة للشعب العراقي لكن أكو خبر وزير العمل وشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان يقول عدد مستفيدين أكو منح الطوارئ لتسعمائة ألف شخص سيتم منح كل شخص مية وخمس وسبعين ألف دينار أي ما يعادل مية وخمسين دولار تعتقد يعني هذه الخطوة صالحة باتجاه التظاهرات يعني قبل هذه وسأجيبك على هذا لكن ما يعني ثارني ربما الدكتورة ضيفتك قالت أنه يعني على عدل عبد المهدي أن يحفظ ماء وجهه عدل عبد المدهي وكل قوى العملية السياسية لا تعرق جباءهم يعني ليس لديهم ماء للوجه لأن لا يعرقون خجلا ولا يستحون من شيء لذلك الحديث معهم وهذا السؤال يعني لماذا تقتل لماذا هذا السؤال يجب أن نغادره طيب لأن الباطل يدافع عن معسكرة والحق يدافع عن معسكرة خلص فرزت الآن الشعب في معسكر وكل هذه السلطة وميليشيات وقواها في معسكر آخر طيب فرزت هذه القضية فهم يدافعون عن كراسيم يعرفون يعني لم ينسوي لك شيء لا هذا ينسوي لك شيء هذا المتظاهر ينسوي لك شيء ويعرف أنه قيام نظام وطني حكومة وطنية مشروع وطني هذا سيقود إلى المحاكم لأنه هذا النظام سيؤدي إلى قيام قضاء نزيه بالعراق وعدالة في العراق وسيقادون كلهم ذول إلى المحاكم بالفساد وملوث يديهم بالدم والمال عرام وبالسحة العرام بكل شيء بالعبث بأعراض الناس وبأرواحهم وبالفساد وبالخراب وسيقادون إلى المحاكم لذلك ويدافع عن حياته بهذه الطريقة حقيقة يقتل ويرقص فرحا بالقتل لأنه يعرف هذا الشعب عدوه وهذا الشعب يريد أن يأخذ وهذا أيضا يخليني يقول أنه كل شعوب الدنيا تتطلع إلى الأمام إلا الشعب العراقي مع الأسف هؤلاء جعلوه يتطلع إلى الخلف وعندما يتطلع إلى الخلف ويتحصر على الماضي يلومونه ويشتمونه ويصفونه بأوصاف ما أنتوا اللي خليتوا الناس تترحم على الماضي الناس الآن تترحم على الماضي لأن أنت وصلتهم لهذه الحالة الآن عندما يقارن وضع الآن وهذه 17 سنة مع الماضي يترحم على الماضي يتمنى لو يعود الماضي ويتندم لأنه وقف ضد الماضي هذه هي الحقيقة أنت وصلتوا الناس لها أنتوا ما بنية تجربة إنسانية إخلاقية بناء ما بنية وطن بنية عصابة عصابات امتصت دم العراقيين وامتصت أمالهم وخربتهم ومزقت مجتمعهم وشتتت أولادهم والآن يعني هم يعني في في هذه في نشوة هذا هذا السرقة والنهب والسيطرة وإذا بالشعب يخرج عليهم بهذه الطريقة بعدها اعتقدوا أنهم خلص تمكنوا كل شيء وإذا بالشعب يخرج عليهم هذا الشعب الأبي يخرج عليهم ليطالب بحياته القضية الأخرى التي تسأل عنها حضرتك الآن اللي كانت عن وزارة العمل وشورة الاجتماعية نعم عن 900 ألف 900 ألف واحد لاحظ لاحظ هذا جزء هو هذا جزء من استهتارهم جزء من استهتارهم بالعراقيين أنت وارداتك السنوية أكثر من 150 مليار دولار سنويا طيب وإنت تريد تقنع هذا الشعب توزع علي مليون دولار معونات 175 ألف دينار ماذا يشتري من 175 ألف دينار قل يقول له للمواطن 175 ألف دينار ينطهيه وعاطل عن العمل ينطهيه يقول له روح أي شعالتك به حتى 900 ألف تحسبها أنت بالتالي هم وزعين مليون دينار لأن كل هذا المبلغ يساوي أقل من 150 دولار طيب لكل واحد وبالتالي مليون مليون ونص دولار ويعتقدون بأنه بتوزيح هذا المبلغ أنه الشعب رأي يسكت ويقضون على الفقر وهذه المعونة وخلص انتهت نحن طيناك فلوس أنت وارداتك 150 ما أعرف أكثر 170 مليار دولار سنويا ونتوديها أنت لا قمة لا لا خدمات لا جامعات لا مدارس لا مستشفيات لا أبدا لم تبني وطنا بنية ميليشيات وقوة تحمي نظامك وهي الآن تعترف يعترف رئيس كان الجيش هذا الجيش الحاضر الجيش الحالي جيش الحكومة يعترف أنه جيش العملية السياسية وجيش هذا النظام وعليه أن يحمي النظام هذا السياسي هذا الخريب وهو يقف ضد الشعب يعني يهدد الشعب أنه إحنا نحمي هذا النظام ونقف ضدك فإحنا واجبنا أن نحمي هذا النظام ونحمي العملية السياسية هكذا كلامه بعد كم يوم يتنازع يقول لا أنا ما قلت هي هذا كلام آخر هذا وضع آخر الكذب هم يعني مشهورين به الحقيقة ما شاء الله يعني خبراء بالكذب كلهم يعني كنا نعتقد أنه الشعب من هتف كذاب نوري المالكي هذه نعم لكن طلعوا يعني دهاقنة الكذب والادعاء والتزوير شيء غريب عجيب هذه الحكومات هذه هذه الطبقة السياسية اللي بالعملية السياسية وهذه العملية السياسية مستنقع آسن حقيقة يعني كل من يتقرب منه يعني عليه أن ما عرف بيش يخسن نفسه حتى ما ما يقدر يخسن نفسه بس يشوفهم دكتور يشوف الكذب هذه من منجزات هذه الثورة الشريفة العظيمة من منجزات العراقيين أنه أسقطت كل كل أقنعتهم حتى ميليشياتهم التي كانت تدعي الوطنية الآن سقطت أقنعتها ما عادت قادرة أن تدعي بالوطنية وتحدث بالوطنية وشلع وقلع وهذا الكلام لاحظوا وعلينا أن نقول شيء حتى هذه الميليشيات التي يبينون ترى مو بنتماء الغالبية الغالبية العظمى من الذين ينتمون إلى هذه ذهبوا إلى هذه الميليشيات طمعا بالمال طمعا بالحياة لأنه هو عاطل عن العمل ليس لديه عمل ما يقدر يعيش فاطرع أن يذهب إلى هذه الميليشيات لكي يكسب قوت يومه وعليه أن نرفذ الواجبات هذه حقيقة فقادة هذه الميليشيات الأحزاب التي وراءها الدول التي وراءها وأولها إيران هي المسؤولة عن دماء العراقيين وهذه كلها في رقبة هؤلاء هؤلاء الميليشيات يعني مثل سيأتي الوقت الذي كلهم سيذهبون يعني هذه سرعة سرعة انفلات هذه الميليشيات وانتهاءها وذوبانها سريعة جدا جدا لا تعتقد أنها قاعدة صلبة قد الإيران كانت تسعى إلى أن تجعل من هذه الميليشيات حرص ثوري مثل إيران نعم لكنها لن تستطيع هذا الشعب هذه الثورة أسقطت هذه هذه المحاولة أسقطت بشكل كبير وفضعت هذه الميليشيات التي تتاجرت بدماء العراقيين وإحنا انتصرنا لكم ووقفنا ضد داعش أي داعش اللي وقفته ضد أي مصيبة كبيرة ففي التالي هؤلاء مجموعة من الصراق يحاولون يعني شراء وقت ليس أكثر هذه محاولة تسعمائة ألف واحد نطيهم مئة وخمسة وسبعين ألف دينار ماذا يشتري بالمئة وخمسة وسبعين ألف دينار إيجار البيت الواحد في العراق الآن أقل بيت أكثر من نصف نصف مليون دينار هذه الإيجار من يجيب هذا ما يصرف على أطفاله ما يصرف على مرضه ما يصرف على أكله وشربه ولبسه وحياته وروحته وتنقلاته ما يصرف وانتم متناعمين شيء غريب عجيب الأرصد بالبنوب دكتور هم يمنون على الشعب العراقي بأنه نطينا أكثر مئة وخمسة وسبعين كم دمحة نعم طيب دكتور أنت ذكرت الميليشيات على ذكر الميليشيات ميليشيا حزب الله في العراق هددت برهم صالح قالت له نطردك في حال التقيت ويا ترامب على هامش منتدى دافوز المنعقد الآن اللقاء تم فعلا قبل حوالي ثلاث ساعات ساعة بالوحدة وربع تقريبا بتوقيت بغداد تم اللقاء بين برهم صالح وبين دونالد ترامب والذريعة التي ساقتها ميليشيا حزب الله قالت بأنه هذا اللقاء يخالف إرادة الشعب ويتجاهل الدماء الزكية بحسب وصفها شون الدولة دة تمشي ميليشيات تهدد رئيس جمهورية بغض النظر عن مدى صلاحيتها واستحقاق الدستوري ما هو هذا اللي كنا نقوله كل القوى المناهضة الاحتلال والعملية السياسية كانت تقوله أنه هذه دولة ميليشيات طيب وكان صوتها يصل إلى كل العالم يا ناس تعاملكم مع هذه الدولة يعطيها شرعية زائفة هذه دولة ميليشيات هذه ليست دولة انتخابات ما كذبة كبيرة فبالتالي الآن ظهرت وهذه أيضا من منجزات الثورة منجزات ثورة تشرين أسقطت هذه الأقنعة وظهروا ذولة على حقيقتهم ظهرت دولة ميليشيات هم كانوا يتحدثون عن دولة مؤسسات ومنتخبين ورئيس منتخب ورئيس وزراء وانتخابات وإحنا شرعيين وإحنا جئنا بالصناديق طيب إذا شرعيين وبالصناديق وإنتوا جزء من المؤسسة العسكرية يقولون هاي الميليشيات احنا بالحشد والحشد جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية طيب ونحن تحت إمرة القائد العام قوات المسلحة شون تحت إمرة القائد العام قوات المسلحة وانتم تهددون رئيس الجمهورية اللي تقولون هو حامي الدستور تهددوا بهذه الطريقة طيب وإذا كانت أمريكا يعني الآن تلطخت إيديها وين كنت عنها صحيح وم أمريكا احتلت العراق ودمرت العراق من أقصى إلى أقصى مليونين عراقي قتلوا خلال هذا الغزو عفوا دكتور من المؤسسة المقاطعة الميليشيات كانت تنتقد المقاومة العراقية عندما تستهدف نعم الرهابيين الرهابيين كانت تسميهم نعم مليونين عراقي هم يتحدثون يعني كل البيانات تتحدث حتى مصادر غربية تحدث عن أكثر من مليون ونص مليون وستثمئة ألف عراقي قتلوا ما شي حتى لو قبلنا بهذا الرقم مليون ونص عراقي دماؤهم حلال يعني هذه مي لا تحسب وكنت واضعيني ديكم بيد أمريكا وتقبلون يدها وتحميكم ومضلتها تحميكم وتقاتلون تحت مضلتها وتحت رايتها والهموا عسكرات الآن من قتلة سليماني صارت أمريكا ملطخة دم سليماني يعني أعزعتكم من دماء مليون ونص عراقي قتلوا أعزعتكم من نضالات العراقيين جهادهم ذول المقاومة اللي ضحوا بأهلهم وضحوا بحياتهم وضحوا بكل شيء وقاتلوا الأمريكان وكنت تسموهم الرهابيين واللي حتى الآن بالسجون قسم من عدهم كثير منهم بالسجون ينالون منكم العذاب والأذى والسوء هؤلاء يعني تاريخ ملطخ ما هو التاريخ واضح أنتم على من تضحكون فبالتالي هذه دولة ميليشيات دولة عصابات دكتور مو كانت تسميهم قوات تحرير للعراق نعم ما هذه قوات التحرير ما الذي قلب هذه القوات التي جاءت وكننا نقول يا محتلين ذولة كانوا يقولوا لا هذه قوات تحرير طيب هذا بريمر هذا أمريكي حاكم أمريكي لا 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 هذا جاء لي أضع لنا ووضع لهم مجلس الحكوم والعملية السياسية وهذا الدستور الكسيح وفرحانين به الآن عندما قتل سليماني الآن صارت القضية إيران تريد هذا إيران التي كانت تضع يدها وما زالت تتخادم مع الولايات المتحدة لحكم العراق لضعاف العراق لسرقة العراق لتدمير العراق إيران والشيطان الأكبر الشيطان الأصغر من أجمل ما يمكن الآن صار هذا الطلاق يبدو يعني أو محاولات للطلاق بين الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر إلي عليهم أن انتهى الشعر العسل انتهى التخادم الإيراني الأمريكي لم ينتهي لحد الآن لم ينتهي لحد الآن هي لعبة عض الأصابع ما زالت هذا يضغط وهذا يضغط وصولا إلى ربما يصلون إلى اتفاق أو ربما يصلون إلى فراق هذا الحق لكن هم الآن يريدون أن يقولون أن العراق إيراني وهذه الميليشيات إيرانية والشعب العراقي يجب أن يضعن ويقبل بكل هذه الشروط ودم سليماني هو بس الدم الشريف والنقي ودم العراقيين كلهم هذا اللي راحوا من 11 سنة وضحوا بكل حياتهم والأبرياء اللي قتلوا بيوته تهدمت عليهم وراحت الصواريخ وقعت عليهم هذول دماءهم لا تشرف في هذه الميليشيات ولا يطالبون بيها هذول محق ولا عراقين هذه الكذبة الكبيرة لماذا؟ ما هذه الدماء اللي راحت من الجنوب إلى الشماء صحيح عراقيين شيعا وسنة وكراد وعرب عراقيين لم تطالبوا بيها واللي دافع عنها اعتبرتوا أرهابي الآن ندعو الجميع أن يقاتل معنا سنة والشيعة قاتلوا معنا بيان موقف السنة نعم لماذا قاتلوا وأنتو خليتوا ما هذه الميليشيات مزقت المجتمع وشوهت كل شيء وهذه المدن دمرتوها بميليشياتكم الإيرانية وتحت حماية الشيطان الأكبر دمرتوا المدن أولادهم لو بالسجون لو بهذه المقابر الجماعية لو بالخيم مهجرين أربع ملايين مهجر أو راحوا للخارج طرتوهم ولا تريدون العودة لهم الآن الآن طالبوهم مع ذلك أقول أنه كل هذه المدن المدمرة اللي دمرتوها كل هذه المدن المنكوبة كل أهلها مع هذه التظاهرات مع هذه الثورة قلباً وقالباً وولدهم وشبابهم ترى بالساحات معاهم لكن لم يأتوا باسم محافظاتهم ومدنهم جاءوا باسم العراق معاهم كلهم يقاتلون معهم بالصف الأمامي وياهم وضحوا وقتلوا واستشهدوا وياهم وياهم ودمهم يعرفون لأن هذا العراق وهذا بلدهم لكن هذه فرية جديدة محاولة الإحياء الطائفية التي لا يمكن أن تعيش ليس لها حياة العراق دكتور أريد أخذ رأيك في موضوع من مدينة قم الإيرانية زعيم التيار الصدري مقتد الصدر دعا إلى مليونية تظاهر مليونية وذلك للمطالبة بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق شون الشوفه ما هو هذا الجزء من عنده أنت يعني هو العراق محتل لما محتل محتل من 2003 لحد دلال الاحتلال نفسه أنت طرح أكون على نفسكم قلت من 2011 طلع على المحتل ماشي طلع من الباب ورجع لكم من الشباش وأنتم موافقين وسويتوا إياتفاقية أمنية وبعدين قلتوا لداعش وتعال وجيب مع عسكراتكم موجود وكان يعني أحلى من العسل أنتوا يعني تعيشون حياة سعيدة ويحميكم والسفير الأمريكي والسفير الإيراني يتفقون حتى على تسمية تسمية الوزراء وحتى المدرع العامين يسموهم أولا ورئيس الوزراء حصتهم وانتهى الموضوع هذا الاتفاق وتعرفون الآن من قتل سليماني صار الشيطان الأكبر عدوكم والأوامر الإيرانية تأتي من قوم يجتمعون بقوم ويقررون للعراق ما يريدون أنتوا هربتوا وكلكم قاعدتوا بقوم تجتمعون هناك تحت الراية الإيرانية لتعبروا عن الصوت الإيراني ضد العراقيين وتحولوا العراق ساحة لصراعاتكم مع أمريكا ما ذنب العراقيين وإذا كان العراق محتلفه هو محتل عراق إيرانيا وأمريكيا لماذا لا تهتفون ضد خروج اللي يهتف إيران بره بره هذا مجرم هذا مو معراقي هذا خارج عن الملة لكن اللي يهتف يجب أن تهتفوا أمريكا بره بره وإيران مو بره بره يعني إيران يجب أن تبقى إيران مسيطرة علينا أمنيا وعسكريا واقتصاديا وهذه الميليشيات التي تقاتل تحت الرأي الإيرانية وبالفكر الإيراني هذه ما يخالف هذه السيطرة الإيرانية على العراق وحاديث يعني خامنين يقول أنه يجب أن تخرج القوات الأمريكية من العراق طيب ماشي قوات الأمريكية موجودة في أفغانستان ليش ما تطالب قوات الأمريكية أن تخرج من أفغانستان يعني ليش بس بالعراق خلي يقول لنا ما هو هذا هم اللي يقولون هذا مدري شنو شيطان لا هو هذا مرجعهم خلي يقولوننا هذا الآية في المدري شنو خلي يقول لهم هو الآن خلي يسئلوه السؤال طيب ليش ما تطالب بخروج الأمريكان من أفغانستان الشيطان الأكبر فقط في العراق يعني هم تحسب تصريفهم ليش من يطالب أن يخرج من القواعد اللي داير مدائركم وحتى من للطاعد القضية معيبة أنت الآن بس بالعراق هي الأمريكا ما أمريكا 42 قاعدة داير مدائر إيران 42 مكان ليش ما تطالب بيها ليش تطالب فقط في العراق لأنه ميليشياتك في العراق ولأنه تريد تقول للعالم أنه العراق ساحة الصراع مع كل الدنيا وساحة للدفاع عن مشروعك مشروعك النووي مشروعك السياسي مشروع التخادم مشروعك الاقتصادي اللي على حساب العراق أضعفوا العراق أسرقوا أمواله العراق ما بي زراعة لأنه يجب أن يتغذى من إيران يجب أن يشتري الزراعة والإنتاج الإيراني العراق ما بي مصانع لتدوير الغاز والاستفادة من الغاز لا يشتري الغاز الإيراني العراق ما بي مصافي يجب أن يذهب إلى إيران النفط ماله الصفوية إيران وترجعه كهرباء استيراد الكهرباء العراق ما بي كهرباء يجب أن نستورد العراق ما بي بضايع من أي نوع لا يصنع شيئا يجب أن نستورد البضايع الإيرانية وكل هذا الاقتصاد الإيراني ينمو حياة الإيرانية تنمو والحياة العراقية تتطهر دكتور بدقيقتين أو ألقاء من ذلك التظاهرات خرجت بدون قيادة وسبب نجاحها بأنها خرجت عفوية من كل فئات المجتمع العراقي الآن لو طلعت تظاهرات يوم الجمعة القادم اللي دعا إليها مقتدى الصدر شنو تذكر أو توصل المتظاهرين اللي طلعوا من واحد تشرين الأول لغاية الآن تعتقد هيصير تصادم بين الطرفين؟ إن شاء الله ما يصير تصادم لكن واضحة الصورة الآن لأول مرة تحدث في العالم اللي الحكومة تتظاهر ضد الشعب الحكومة وأحزابه والعملية السياسية وميليشيات كل قواها لما تنفسها تتظاهر ضد الشعب هذه لأول مرة قوى السلطة تتظاهر ضد الشعب هذه الفكرة اللي موجودة الآن وعليه من يستحو منها لأول مرة بالعالمة نحن نقلب كل شيء لأننا بلد التناقضات حقيقة من عام 2003 إلى حد دان كلها تناقضات يعني الحكومة تخرج بتظاهرات والشعب بتظاهرات ضد الشعب هذه الحقيقة لأن هذه الميليشيات كلها تتظاهر من أجل الحكومة ونجل العملية السياسية والحكومة كلها مملوكة لإيران فهي تتظاهر من أجل الحكومة وإيران ضد الشعب اللي ينادي بحريته واستقلاله ويريد وطنه لا تريد وطنك لا تحكي بهذه القضية نقتلك ونذبحك ونسحلك لكن هذه هم لا يدركون أنه واحد تشرين شيء وما بعد واحد تشرين شيء آخر يعني ما قبله شيء وما بعده شيء الأمور تغيرت المعادلة صارت أخرى غير معادلة والآن هم يخسرون في كل يوم وسيخسرون الخسارة الكبيرة وخسارتهم وهروبهم قريبة جدا أنا أشكرك دكتور رافع شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في نهاية هذه التقطية أتقدم بشكر جزيل إلى دكتور ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وأيضا شكر موصول إلى الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي مشاهدين الكرام شكر موصول لحضراتكم موسيقى